السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مصدقاء الآيزاء في حصة جديدة من حصة تبسيط دروس المستوى الابتدائي هذه حصة اليوم سنخصصها لتصحيح الفرط الأول من الدورة الثانية الخاص بمستوى الثالث للغة العربية ما سنبدأ به اليوم في هذه الحصة هو قراءة النص والإجابة على أسئلته إذن أقرأ النص الشكل فهم المقروع عشر نقاط لكل مكون صعدنا بالمسعد في قيد الظاهرة حتى وصلنا القمة ووقفنا في مدخل الحجرة الزجاجية التي كان بابها مواربا تنبعد منه برودة من مكيف الهواء ورأيت من خلاله عاملا يجلس أمام عدة مقابض تحول إلينا ذلك العامل ببصره فطالعني وجه شاب في مقتلب العمر وعاد يتطلع إلى المقابض أمامه مباشرة متجاهلا إيانا كلية لكنه ظل يتابعنا بطرف عينه وعندما شعر بسعيد يرفع الكاميرا بسط قامته ومضى يحرك المقابض في اعتدال شعرت بالرافعة تتحرك بينما دق جرس قوي وتطلعت من الحائط الزجاجي فرأيت الذراع الرافعة من جديد تتجه في الهواء إلى محطة الكهرباء ظلت يد العامل فوق المقابض وتحركت الذراع الرافعة من جديد واستدار سعيد يلتقط الصور لبعض المواقع توقف العامل عن العمل لحظة واستدار إلينا مبتسما ولم تبدو عليه الدهشة عندما سأله سعيد عن اسمه وعن الدافع الذي جاء به للعمل في السد قال جئت لأخدم وطني لسد حاجته من الطاقة الكهرومائية وابتسم جيد إذن ها نحن قرأنا النص نمر إلى أسئلة ألفان إذن السؤال أول عفوا أشكل الفقرتين المتواجدتين بين معقفتين إذن الفقرتين المتواجدتين بين معقفتين هما هما دلجت الفقرات سنحاول أن نقوم بتشكيلهما إذا ماذا سنقول شعرت لاحظة معي سنشكل شعرت بالرافعة بالرافعة تتحرك بينما دق جرس جرس قوي وتطلعت من الحائط السجاجي سجاجي فرأيت ذراع الرافعة الرافعة عفوا من جديد من جديد تتجه نشد هنا تتجه في الهواء الهواء إلى في الهواء إلى محطة الكهرباء محطة الكهرباء هذا فيما يخص الفقرة الأولى الفقرة الثانية ظلت ظلت يد يد العامل تعملان فوق المقابض وتحركت وتحركت عفوا ذراع الرافعة من جديد واستدار سعيد يلتقط الصور لبعض المواقع هذا فيما يخص شكل فقرتين بين معقفتين نمر إلى السؤال الموالي وهو وضع عنوان مناسب للنص بالنسبة للعنوان التي سنتعلم للنص فالنص فالعنوان نستخرجه طلاعا من المعلومات التي توجد في النص إذن من خلال النص الذي قرأنا الآن فإنه نص له علاقة بإنتاج الطاقة الكهربائية ولكن أي نوع من الطاقة الكهربائية إذن فهي الطاقة الكهربائية التي تنتج في محطة الكهرباء وبالضبط المحطة الكهربائية إذن العنوان سيكون مثلا في المحطة في المحطة الكهربائية 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 الخيض الظهيرة إذن الخيض الظهيرة هي نقول في وسط الظهيرة وسط الظهيرة يعني وسط النهار وسط الظهيرة وممكن كذلك أن نقول وسط النهار فهي إجابة صحيحة مواربا نعود إلى نصف نبحث عن كلمة مواربا نلاحظ ما يهنا ووقفنا في مدخل الحجرة الزجاجية التي كان بابها مواربا بابها مواربا تنبعث منه برودة من مكيف الهواء إذا نلاحظ ما يهنا أن مواربا هنا تتعني مفتوحا مفتوحا بشكل جزئي مفتوحا بشكل جزئي جزئي يعني الباب مفتوح بشكل جزئي وليس مفتوحا بكامله وبالتالي تنبعث منه رائحة أو تنبعث منه برودة الهواء الآثية من المكيف جيد السؤال الرابع أبحث في النص أعلى عن ضد مهتما إذا ما هي كلمة ما هو ضد كلمة مهتما في النص إذا عدنا لقراءة النص سنجد هنا كلمة متجاهلا بمعنى أن ضد كلمة مهتما هو متجاهلا نكتبها هنا متجاهلا لنقول اهتممت بالشيء أو تجاهلته ثم عكس كلمة عبسة الواردة في النص فهي ابتسمة أو استدار إلينا مبتسما إذا عبسة ابتسمة ضد عبسة ابتسم ابتسم هذا في مقص سؤال أربعة السؤال خمسة كيف كان الجو أثناء الصعود السارد ورافقه سعيد بالمسعد كيف كان الجو لاحظوا معي الجملة التي تجيبون على هذا السؤال سعيدنا بالمسعد في قيد الضهيرة حتى وصلنا للقمة ووقفنا في مدخل الحجرة الزجاجية التي كان بابها مواربا تنبعت منه برودة من مكيف الهواء ماذا سنقول هنا كيف كان الجو أثناء صعود السارد ورافقه سعيد بالمسعد إذن نقول كان الجو عند صعود المسعد رطبا كان جو رطبا بفعل الهواء المنبعت من المكيف من المكيف بفعل الهواء المنبعت المنبعت من المكيف من المكيف جيد هدف ما يخص سؤال الخامس نمر إلى السؤال السادس يقول السؤال السادس يقول من المشهد الذي أطار السارد من وراء الحجرة الزجاجية إذن نقول كجواب لهذا السؤال المشهد الذي المشهد الذي أثار أطار انتباه انتباه السارد هو الرجل الجالس الجالس أمام عدة مقاعد عفوا أمام عدة مقابض عدة مقابض مقابض إذن عدة مقابض يعني كنت يشوف واحد الرجل يجلس أمام عدة مقابض جمع مقبض وهو الجزء من هذا هذا هو المشهد الذي أطار انتباه هذا السارد نمر إلى السؤال السابع أضع علامة أمام الجواب الصحيح إذن طاقة الكهرمائية تستمد من الغاز الطبيعي المسال أو من حركة المياه المتساقطة باستمرار أو من حركة المياه الرياح تلاحظ أن كلمة كهرمائية تجمع بين كلمتين الكهرباء والماء وبالتالي فنقول أنها تستمد من المياه المتساقطة باستمرار نمر إلى السؤال السابع وحدد نوعية النص بوضع علامة أمام الجواب الصحيح لاحظ معي هنا هل النص الذي قرأناه للتو هو عبارة عن رسالة إذا كان رسالة يجب أن تتوفر فيه شروط الرسالة أو مكونة الرسالة وبالتالي فليس رسالة هل هو مقالة هل هو قصة إذا لاحظ معي أن هذا النص الذي قرأناه به شخصيات به أماكن إذن فهو قصة وليس مقالة ثامنا والسؤال الأخير استخرج الفكرة العامة للنص إذن ممكن أن نقول زيارة سعيد للمحطة الكهرمائية واكتشافه لبعض الآلات الموجودة بالمحطة وحواره للعامل عن السبب الذي دفعه للقدوم للعمل بالمحطة إذا هذا فيما يخص أسئلة الفهم المتعلقة بالفرض الأول من الدورة الثانية نلتقي في جزء ثاني إن شاء الله لكي نقوم يعني بإجابة الأسئلة التراكيب والصرف والتحويل أستودعكم الله الذي لا تنضيع ودعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته